بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيكس بارت ناين اجزامبل بنتكلم هنا على مثال بالارقام بنحاول نطبق فيه كل المعادلات والأسامشنز اللي خدناها في الجزء السابق فانا هنا عندي كاميرا الكاميرا ديت الاسبان بتاعها خمسة متر عليها كونسنتريتد لود ده قيمة اللايف والدد ويونيفورم لود ده اللايف وده الدد الكروس سيكشن عندي اللي هو خمسة وثلاثين فيه سبعين سنتي التسليح السفلي أربعة فاي خمسة وعشرين والتسليح العلوي اللي هو أربعة فاي ستاشر ده اللي هو يعتبر الاريا ستيل داش وده الاريا استي شغالين على مقاومة ضغط خمسة وعشرين والإف واي تلتمية وستين ميجا باسكال خطوات الحل عندي دي الكاميرا بنبدأ نحسب المومنت اللي عليها اللي هو تلتمية واتناشر المودلس الفلسطيستي بتاع الخرصانة اللي هو أربعة تلاف ربعمية جازر اف سي يو نعوض يطلع القيمة ديه اللي هي تنين وعشرين ألف نيوتين على الميليميتر سكوير اللي هي الوحدة الميجا باسكال يبقى من هنا حسبنا المومنت حسبنا المودلس الفلسطيستي الواي في حالة الكراكينج ستيج بتسوي تي على اتنين التيلة هي سبعين الاي جي بي تي تكعيب على اتناشر نعوض الاف سي بتسوي اللي هي المودلس الفرابتشر ستة من عشرة جازر اف سي يو يبقى المومنت او الكراكينج مومنت بيسوي اف آر في اي جي على واي يبقى هنا حسبنا الكراكينج مومنت وحسبنا الاي جي في الوركينج ستيج احنا بنقول الاس بتسوي زيرو ودي المعادلة اللي بنحسب منها الزد كل البرامترز عندك هنا معلومة معادة الزد ادي معلومة الاريا ستيل الان الدي داش والزد طبعا بتفضل هي الوحيدة المجهولة بنحل المعادلة بنحسب الزد طيب الاي كراكينج بتسوي ايه دي المعادلة اللي احنا خدناها دلوقتي كل البرامترز اللي جوه معلومة مجرد بنعوض بنحسب الاي كراكينج طب الاي اف اكتف اللي هي عبارة عن الكراكينج مومنت على الاكشوال مومنت الكل تكعيب في اي جي بلس واحد مينوس ام كراكينج على الاي اكشوال الكل تكعيب مضروبة في الاي كراكينج يبقى في الحالة دي تقدر تحسب الاي اف اكتف اللي هي خمسة فعشرة قس تسعة يبقى من هنا حسبنا الاي كراكينج والاي اف اكتف في حالة الشورت تيرم الدلتا نتيجة الديد لود خمسة على تلتمية اربعة وتمانين في جي اللي هو الديد لود اللي هو السربعة اللي هو الاسبان على اي على الاي اف اكتف في بلس واحد على تمانية واربعين في جي في ال تكعيب على اي في اي اف اكتف كل البرامترز موجودة عندك تقدر تحسب الدلتا نتيجة الدلتا نتيجة اللايف لود نفس المعادلة ولكن بنعود بقيمة اللايف لود اللونج تيرم ديوتو كريب بنقول نحسب الفا اللي هي اتنين ماينس واحد واثنين من عشرة مضروبة في الاريا ستيل داش على الاريا ستيل حسبناها واحد ونص يبقى الدلتا كريب بتساوي الفا مضروبة في دلتا الدد لود واللاحظ ان الكريب زود عندنا بنسبة واحد ونص اللي هي خمسين في المية الدلتا اللاوبل هي قلة على ميتين وخمسين عندي قلة اللي هي خمسة متر ده في حالة التوتال لود في حالة الدد لود بيبقى قلة على تلتمية وخمسين يبقى انا عندي الالاوبل دفليكشن 20 بالنسبة للتوتال لود او 14 بالنسبة للديد لود بنعمل الشيك ونشوف الدلتا بتاعت الدد واللايف والكريب نجمعهم على ربع نطلع 11.8 ميلي الكلام ده اقل من 20 يبقى سيف الشيك التاني اللي هو دلتا ديد لود بلاس دلتا الفينيش بلاس دلتا كريب احنا قلنا الدفليكشن نتيجة الفينيشنج هو 2 من 10 القيمة بتاعت الدد لود الكلام ده طلع 9 اقل من 14 يبقى الكلام ده سيف اشتركوا في القناة